السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في روزلند النهاردة ان شاء الله يا جماعة معايا الساعة سبورت ووتش دي هنشرح كل كبيرة وصغرة في الساعة دي وزي بنسبتها ونسبت التاريخ ونسبت المنابة وكل كبيرة وصغرة في الساعة دي بس في بداية الفيديو اتمنى انك انت تصلى على النبى اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم تسليم الكثير تعال نشوف يا جماعة الساعة ازاي ما هتركوا شايفين كده بمتاح منها الوانات تانية ان شاء الله عندنا توصيل الجميع المحافظات لو انت عايز الساعة دي تكلمنا على رقم موجود في صندوق الوصف ان شاء الله هتوصلك لحد باب بيتك طيب الساعة دي فيها كم زرار الساعة دي يا جماعة في زرائر يمنها وزرائر شمالها اتنين تلاتة اربعة انما الزرار اللي في النص ده ده حاجة منظر ما هو الشغال ده حاجة بس بيكون مثلا منظر بس كده عشان الشكل الجمالي بتاع الساعة طيب احنا عايزين نزبط الساعة دلوقتي عايزين نزبطها وبكل سهولة نعمل ايه اول حاجة هنروح عند الزرار اللي تحت على ايدك الشمال ده نضغط عليه ضغطة كده هنلاقي هنا اول حاجة ساعة السرعة زي ما حضركوا شايفين طب ساعة السرعة دي بتشتغل ازاي بنضغط هنا كده على اليمين فوق كده يا جماعة بنلاقي ساعة السرعة دي اشتغل طب لو احنا عايزين نعمل استرط نوقف الرقم نضغط ضغطة كمان طب لو احنا عايزين نلغي ساعة السرعة ده خالص نضغط تحت هنا على اليمين من تحت تمام يبقى كده اول حاجة عارفنا ايه ساعة السرعة طيب عايزين نزبط المنبة دقاتنا كده لقينا ساعة السرعة نضغط ضغطة كمان هنلاقي المنبة المنبة هنا مظبوط على الساعة ستة سبعة ونص الساعة سبعة ونص طب لو احنا عايزينها الساعة ستة بالزبط بقى لو احنا عايزين نصبه تنبه على الساعة ستة. رقم سبعة لقتي بيتحرك هنفضل نضغط هنا كده من فوق لحد ما يجي الساعة اللي انت عايزها. وليكن مسلا ساعة ستة كده خالدتها ستة. بها ستة ونص اللقتي احنا عايزينها ستة بس بمضغطين هنا. من العليمين من تحت كده. لحد من تلاتين دي تبدأ تتحرك. نفضل نضغط عليها كده. لحد ما نجيب ستة بالزبط. لحد ما تتصفر. كده بس ساعة ستة بالزبط. تمام? هضغط ضغط هنا على الشمال من تحت كده. كده يبقى انا عرفت كده اول حاجة عرفتها ساعة السرعة. تاني حاجة المنبه. طيب. عايزين نزبط الساعة نفسها بقى. ضغطنا ضغطة هنا يا جماعة هو. ضغطة كمان. كده اجلنا المنبه. ضغطة كمان. جلنا هنا الثواني هي اللي بدأت تتحرك. الثواني لما تحركت هنا يا جماعة احنا عايزين مسلا آآ نزبط الساعة اللي تحت الساعة تمانية واحد واربعين دي اهيت. احنا عايزينها مسلا الساعة عشرة ونصف. طيب نعمل ايه? عشان تبقى عشرة ونصف. الثواني دلوقتي بتتحرك. طيب لو انا عايز الثواني دي اصفرها. اخليها مسلا تبدأ ديقة جديدة او مضغط ضغطة فوق على يمين من هنا. زي ما حضرتك شفتو كده. تمام? طيب احنا عايزين نزبط الساعة دلوقتي على عشرة ونصف. نعمل ايه? نضغط ضغطة هنا. على يمين من تحت. هنلاقي اللي اتنين واربعين تتحركت نبدأ نضغط من فوق من هنا كده لحد ما تيجي تلاتين دقيقة. اهو اهو افضل ضغط ضغطة طويلة هتنبص نلاقي الرقم بيجري بسرعة. شايفين? اهو? كده بقت تمانية ونصف. عايزين بدل التمانية دي دي تبقى الساعة عشرة عشان تبقى عشرة ونصف. مضغطين ضغطة على يمين من تحت هنا. هنلاقي تمانية بقت تتحرك. مضغطين ضغطة كمان من فوق. بقت تسعة. بقت عشرة ونصف. طيب. لو احنا عايزين نوقف الساعة على كده زبطنا الساعة تاعتنا. هنروح على الزرار اللي هو على الشمال من تحت ده. ونضغط ضغطة كده. كده الساعة بقت عشرة ونصف. كده زبطنا يا جماعة ساعة السرعة وزبطنا المنبه وزبطنا التوقيت الساعة. عايز اصبت بقى يا جماعة التاريخ. اضغط ضغطة هنا على ايدي الشمال من تحت. جات لساعة السرعة كمان ضغطة. هلاقي المنبه كمان ضغطة. هلاقي السواني. هم رايح هناك هنا على اليمين من تحت. ضغط ضغطة. الرقم ده بتغير. رقم عشرة كمان نتغيرها هو. ضغطة كمان هلاقي التاريخ هنا ستة وعشرين اربعة. انا عايز اخلي التاريخ مثلا خمستاشر ستة. او مضغط على ستة وعشرين دي من فوق كده. افضل ضغط عليها لحد ما تجيلي رقم خمستاشر. كده خمستاشر. عايز خمستاشر ستة. هضغط على رقم اربعة ده. هضغط بتحت هنا يا جماعة. بقت الاربعة دي بتتحرك. اضغط فوق هنا كمان مرة. بقت خمسة بقت ستة. عايز اقعد للساعة بقى وترجع احفز كل الكلام ده. او مضغط على الضغطة على الشمال من تحت هنا يا جماعة. كده الساعة بتاعتي بقت مزبوطة. طيب لو انا عايز اشوف التاريخ من تكة واحدة اضغط هنا تكة واحدة كده. هبص هلاقي التاريخ. جالي خمستاشر ستة. زي ما انا عايز. طيب لو انا عايز اعرف المنبيه انا زبط على الساعة كام. او مرايح تحت هنا. على يمين من تحت. ضغطة واحدة هلاقي نفس التصابة لنبه على ساعة ستة. كده كل حاجة انا قلتها عن الساعة دي ما فاضلش غير حاجة واحدة بس. الزرار اللي فوق على ايدك الشمال ده احنا مستخدمناهوش خالص طول الزبط. ليه ليه وظيفة تانية يا جماعة الزرار اللي فوق ده ليه وظيفة تانية وظيفته ايه الاضاءة. وظيفته الاضاءة. طب احنا هنطفل فلاش بتاع الكاميرا دلوقت اهو. كده طفلنا الفلاش هايزين نشوف الاضاءة بتاعت الساعة دي. لو ضغطنا ضغطة هنا يا جماعة كده. الساعة بانت هيات يا جماعة. ديتنا اضاءة حمراء. وبتدفع بسرعة عشان توفر البطارية. طب لو احنا عايزين الاضاءة الحمراء اللي هتوجع عينينا دي عايزين نغيرها. تضغط ضغطة طويلة. هتدينا لون تاني. زي ما حروق شايفين شايفين? الاضاءة لا بتزرق. لو ضغطنا ضغطة طويلة كمان هتدينا لون تالت خالص. بقت برتقاني. لو ضغطنا ضغطة طويلة كمان. هتدينا لون تالي رابح خالص. بقت موف. كلما ديت ضغطة طويلة هتبصت تلاقي الاضاءة اتغيرت. كده شرحت لحضراتك بكل كبيرة وصغيرة في الساعة بتاعت النهاردة دي. اتمنى ان الفيديو البسيط دي يكون عجبكو. واتمنى ان اكون افدتكو. ولو حتى بحاجة بسيطة. ما تنساش تعمل لايك الفيديو. وتشترك في القناة وتفعل زر الجرز علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الوبركات.